كفاءة أو غير ذلك. هؤلاء خمس أفراد لا يمكنهم. مهما كانت كفاءتهم المهنية. لا يمكنهم أن يحددوا دستورة لشعب الجزائري. هناك دول بقيمة الجزائر. نلاحظ كيف تعالج في أمورها. وأن الأمر لا بد أن يكون في شفافية. نحن هو تأكد. قال أنا لا أدري ما هذا الدستور. درنا حوار مع ابن صالح. لا ندري ما هي مقترحة. أين ذهبت مقترحة الأحزاب. ثم حوار مع سلال. لا ندري ما هي مقترحة الأحزاب. ثم أحيل كل ذلك إلى خمس أفراد. ربما مشروع تأجيل الدستور الذي أثار الكثير من اللغة هذه الأيام. ربما ببعض التسريبات تحدثت عن إمكانية تمديد أهدت الرئيس بوتفليقة بعامين. لكن كان هناك بيان لمجلس الوزراء. دعوة إلى تحضير الانتخابات الرئاسية في موعدها. تصريحات للوزير الأول أيضا حول رئاسيات أفريل في موعدها. سيد إبراهيم بولاحيا. ممثلا عن حزب جبهة التحرير الوطني. ورئيس لجنة الشؤون الخارجيين بمجلس الأمة. كيف تردون على هذه التصريحات؟ شوف أنا أقول لك. أنا شخصيا من أنصار أن تكون الانتخابات في وقتها الدستوري المحدد الدستوري. وستكون هذه الانتخابات. لأنني أعرف جيدا بأن العمل الذي يتم الآن هو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية. وتحكيم الشعب. وقول كلمة المواطن الجزائري. المواطن الجزائري هو الذي سيخرج الرئيس القادم. وهو الذي سيقول من هو الرئيس. سيد إبراهيم بولاحي. سؤال قبل الأخير. هل تعتبرون أن تغييرات الأخيرة لرئيس بوتفليقة التي مست المؤسسة العسكرية. تذهب باتجاه تمدين الحياة السياسية بالجزائر. والذهاب إلى رئاسيات ينتخب فيها رئيس بعيدا عن قبعة الجيش. شوف هنا نقول لكم أن هذه التطروحات أو هذه التصريحات المتضاربة حول المؤسسة العسكرية. أعتقد بكل أمانة وبكل صدق بأنها متجنية على هذه المؤسسة. هذه المؤسسة كانت دائما بعيدة. ولم تدخل يوما للانتخابات. وأتحدى أي كان أن يقول لي بأن هذا فورد أو هذا فورد. الذي جاء رئيسا للجزائر خارجها من الصندوق والعسكر أو الجنرالات التي تتكلم عنهم. ما رحوش الصندوق وقلبوه ودروا واحد أخرى. لا. لجب احترام هذه المؤسسة التي كانت دائما هي الصمام الأمان لهذا الوطن وليهذا الشعب. ولذلك أعتقد بأن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى المختصين في هذا الشأن. سيد جوسف خبابة أنتم أثرتم عدة نقاط منذ فتح تعددية حزبية بالجزائر. العديد من الأحزاب المعارضة نادت مرارا وتكرارا بانسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي. ربما العديد من القراءات ذهبت في اتجاه أن هذه القرارات جاءت بتوافق بين الرئاسة وجهاز المخابرات. ألا تعتقدون ونحن على مقربة من الرئاسيات أن هناك عدة رسائل سياسية موجهة للداخل وللخارج. على أن رئاسيات 2014 ستكون حرة ونزهة. والكلمة الأخيرة للشعب. نحن في الحقيقة نتمنى ذلك على كل حد. نحن نتمنى أن تكون الكلمة للشعب. ولكن ينبغي أن لا يكون هذا الموضوع عبارة عن شعار نسوقه على وسائل الإعلام وعلى صفحات الجرائد وعلى الهواء كما نحن عليه الآن. نريد ممارسات تطمينية تعطى لطبقة سياسية تمكنها فعلا من أنها تأخذ بالثقة اللازمة وتعمل في إطار منافسة انتخابية سياسية. إذا كان طبقة سياسية مع لبلهاش الآن. هل هناك تعديل للدستور أو لا؟ يعني من يكون الرئيس حتى يخفي على الشعب أو على الطبقة السياسية أمر كما هذا؟ إذا كان هناك تعديل للدستور من المفروض تكون هناك أجندة معلنة عليها وأن تكون الطبقة السياسية مطلعة على هذه الأحداث. حتى تتحذر وتحذر نفسها وربما تقدم مقترحات وربما تناقش هذا الموضوع ويكون هناك مثاق إلى غير ذلك. أما إذا كان الأمور تتم بهذا الغموض فمن حق الطبقة السياسية أن تتوجس خيفة مما يحضر له وأن تعلن على أن الظروف الحالية غير مشجعة وغير مطمئنة لأن تكون الانتخابات في جو ديمقراطي وفي جو شفر. نعم إبراهيم بولاحي. آخر تعقيد. أنا الأخير والله هو الأخير. سأعقل لكل شيء. لكم أخياء. بدأت الأول فأقول أخير. لا تلي بدأت. لا تلي بدأت الأول أنا في بداية الحصة. سمح لي. وجه السؤال ولكن. طيب شوف نقول لك حاجة. أولا لكل شيء بالنسبة لما تكلم عنه. باختصار رجاء. لما تكلم عنه الأخ يوسف حول المقترحات والأجندة ولزبقنا حد. أنا نقول بأن المقترحات الطبقة السياسية التي قدمت أمام لجنة الحوار الوطن التي ترأصها السيدات القادر بصر. وهو رجل المشهود له بالكفاءة والنزاعة. قدمت كما جاءت من طرف المعارضة وترجمت إلى نصوص قانونية. هي الآن في الميدان. هي الآن في الميدان. قانون الانتخابات. قانون الإعلام. قانون الجمعيات. قانون الأحزاب السياسية. كل هذه القوة. وأقول لك أن أبو تفقق أفضل. تسمح لي ما لم يتم احتوائها. بل هي ترجمت إلى نصوص قانونية أصادق عليها. أفضل أفضل أفضل. بالنسبة للدستور. أنا أقول لك يوسف. الدستور الذي يعمل الآن على سياغته لجنة الحصولية. وليست لجنة سياسية التي تضع الدستور. أنتم تتجنون على إطارات الجزائر. على كفاءتها هؤلاء تقنيون. خدموا المدرسة الجزائرية. خدموا الجامعة الجزائرية. خدموا المؤسسة الجزائرية. يخدمون الآن وضع دستور على السياغة في النية. وسيمر دستور كما هو. قبل أو بعد الرئاسية. سيمر دستور تبقى للقوائد التعديل الدستوري المنصوص عليها في الدستور ذاته. لا يمكن أن يمر دستور هكذا. أو في غرفة كما وصفت في غرفة مغلقة. هؤلاء. هؤلاء. أخر كلمة باختصار رجالي. ما نعلم يا أستاذ الفاضل هو أنه من حق الشعب الجزائري أن يطلع على هذه التعديلات مادة بمادة. بعد ذلك للكفاءات والمختصين أن يقوموا بالإجراءات الفنية والقانونية في تقنين هذه النصر. أما أن نعطي مقترحات إلى خمسة في غرفة تقنية. نحن كنا نتصور أن تكون الأحزاب السياسية عضوة في هذه اللجنة. كنا نتمنى أن تكون فيها عضوة. وأن تقدم احترامتها. أن تقدم احترازاتها وإقتراحاتها بنفسها. وأن تستمع لمختلف مكونات الطبقة السياسية. وأن نعتمد دستورا توافقيا. بعد ذلك يبقى للجنة التقنية أنها تسيغ الدستور في مواد بطريقة قانونية ومهذبة. وبطريقة أكاديمية وعلمية ودستورية. هذا نحن لسنا ضده. ونحن لن نتجن على الأفراد خمسة. نحن لم نتهم هؤلاء الأفراد. ولا نشتمهم ولا نتكلم فيهم. وإنما نتكلم عن العملية كيف تتم الآن. هذه العملية تتم بطريقة غير مطمئنة. سيد إبراهيم بولاحي. في أقل من ثلاثين ثانية. كيف تتصورون السيناريوهات ربما المطروحة في قدم الأيام باختصار؟ أعتقد أن السيناريو واضح للناس. هناك انتخابات رئاسية ستكون في موعدها وستكون في وقتها. الترشيح حر لكل الجزائري. ممن توفر فيه بالشروط وهو أحرار. جب التحرير الوطني الذي أنتمي إليها. تحترم هذه الخصوصيات للشعب الجزائري. ولم تتكلم يوما عن أي حزب آخر ينشط في ساحة سياسية. عفوا. 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 أنا أتقيقى بركة سيوسف. إذا أتقيقى. عفوا. حاجة أخرى. أنا أقول لسيوسف. بأن مقترحات الأحزاب السياسية حول الدستور. قدمت وقدمها رئيس اللجنة. وتؤخذ بها الاعتبار. يوسف خبابة. لماذا لا تؤخذ بها؟ في أقل من ثلاثين ثانية. أنا أتصور أن الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا توفر لها الحد الأدنى من شروط الشفافية والنزاهة. ستكون هناك انتخابات رئاسية تخدم المصلحة الوطنية وتكون في صالح المجتمع والدولة. أما إذا بقي الضار الأقمان على حالها. فأتصور أن يكون هناك عزوفا كبيرا ومقاطعة من قبل المعارضة لهذه الانتخابات. وسيكون انتخابا في تجاه واحد. نعم. إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام عدد اليوم من برنامج نقاش مفتوحة. موعدنا يتجدد بحول الله في موعد أخرى. هذه تحيات أحمد حفصي. إلى اللقاء. بارك شكرا.